من ركل القطة قبل أن تجيب عن السؤال اسمع القصة كاملة كان يعمل سكرتيرا لمدير سيئ الأخلاق لا يطبق مهارة واحدة من مهارات التعامل مع الناس كان هذا المدير يراكم الأعمال على نفسه ويحملها ما لا تطيق صاحب سكرتيريه يوما فدخل ووقف بين يديه قال سم تفضل صرخ به اتصلت بهاتف مكتبك ولم ترد قال كنت في المكتب المجاور آسف قال بضجر كل مرة آسف آسف خذ هذه الأوراق ناولها لرئيس قسم الصيانة وعد بسرعة مضى السكرتير متضجرا وألقاها على مكتب رئيس قسم الصيانة وقال لا تؤخرها علينا تضايق الرجل من أسلوب السكرتير وقال طيب ضاها بأسلوب مناسب قال مناسب غير مناسب المهم خلصها بسرعة تشاتم حتى ارتفعت أصواتهما ومضى السكرتير إلى مكتبه بعد ساعتين أقبل أحد الموظفين الصغار في الصيانة إلى رئيسه وقال سأذهب لأخذ أولادي من المدرسة وأعود صرخ الرئيس وأنت كل يوم تخرج قال هذا حال من عشر سنوات أول مرة تعترض علي قال أنت ما يصلح معك إلا العين الحمراء أرجع لمكتبك مضى المسكين إلى مكتبه متحيرا من هذا الأسلوب وصار يجري الاتصالات يبحث عن من يوصل أولاده من المدرسة للبيت حتى طال وقوفهم في الشمس وتولى أحد المدرسين إيصالهم عاد هذا الموظف إلى بيته غاضبا فأقبل إليه ولده الصغير ومعه لعبة وقال بابا هذه أعطانيها المدرس لأنني صاحبه الأب اذهب لأمك ودفعه بيده مضى الطفل باكيا يمشي إلى أمه فأقبلت إليه قطته الجميلة تتمسح برجليه كالعادة فركلها الطفل برجله فضربت بالجدار السؤال من ركل القطة؟ أظنك تبتسم وتقول المدير صحيح المدير لأنه ضغط نفسه حتى انفجر لماذا لا نتعلم فن توزيع الأدوار؟ والأشياء التي لا نقدر عليها نقول بكل شجاعة هذه ليست في أيدينا لا نقدر خاصة أنك إذا ضغط نفسك فإن تصرفاتك قد يتعدى ضررها إلى أقوام لم يكونوا طرفا في المشكلة أصلا وانتبه أن يستثيرك الآخرون ويحرجوك فتضطر لإعطاء وعود وقد لا تستطيع تنفيذها انتقل معي إن شئت إلى المدينة وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلسه المبارك بعدما انتشر الدين ووحهد رب العالمين وجعل رؤساء القبائل يأتون إليه مذعينين مؤمنين ومنهم من كانوا يأتون صاغرين حاقدين وفي يوم أقبل رئيس من رؤساء العرب له في قومه ملك ومنع أقبل عامر بن طفيل وكان قومه يقولون له لما رأوا انتشار الإسلام يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم وكان متكبرا متغطرسا فكان يقول لهم والله لقد كنت أقسمت ألا أموت حتى تملكني العرب عليهم وتتبع عقبي فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم لما رأى تمكن الإسلام وانطياع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقته مع بعض أصحابه ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه الكرام فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد خالني أي قف معي على انفراد وكان صلى الله عليه وسلم حاذرا من أمثال هؤلاء فقال لا والله حتى تؤمن بالله وحده فقال يا محمد خالني فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال يكرر يا محمد قم معي أكلمك حتى قام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتر عامر إليه أحد أصحابه اسمه أربد وكان قد اتفق معه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاضربه بالسيف فجعل أربد يده على سيفه واستعد فانفرد الاثنان إلى الجدار ووقفا معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم عامر وقبض أربد بيده على السيف فكلما أراد أن يسله يبست يده فلم يستطع سل السيف وجعل عامر يشاغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أربد وأربد جامد لا يتحرك فالتفت صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فقال يا عامر بن طفيل أسلم فقال عامر يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال عامر أتجعل لي الملك من بعدك إن أسلمت لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد عامرا بوعد قد لا يتحقق فكان صريحا جريئا معه وقال ليس ذلك لك ولا لقومك فخفف عامر الطلب قليلا وقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر أي أكون ملكا على البادية وأنت على الحاضرة فإذا به صلى الله عليه وسلم أيضا لا يريد أن يلزم نفسه بوعود لا يدري تتحقق أم لا فقال صلى الله عليه وسلم لا عندها غضب عامر وتغير وجهه وصاح بأعلى صوته والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل نخلة فرسة ولأغزو أنك بغطفان بألف أشقر وألف شقر ثم خرج يزبد ويرعد فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم رفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وقال اللهم اكفني عامرها واهد قومه خرج عامر مع أصحابه حتى إذا ثارق المدينة متوجها إلى ديار قومه عازما على تجهيز جيش لغزو المدينة تعب من المسير وظهر عليه الإرهاق واحتاج إلى مكان يرتاح فيه فصادث امرأة من قومه يقال لها سلولية وكانت في خيمة لها وكانت امرأة فاجرة يذمها الناس ويتهمون من دخل بيتها بالفجور والسوء فلم يجد مأوى آخر فنزل عن فرسه مضطرا ونام في بيتها فأخذته غدة وانتفاخ في حلقه كما يظهر في أعناق الإبل فيقتلها ففزع والطرب وجعل يتلمس الورم ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية أي لا موت يشرف ولا مكان يشرف كان يتمنى أن يموت في ساحة قتال بثيوف الأبطال فإذا به يموت بمرض حيوانات في بيت فاجرة تبا للذل والمهانة فأخذ يصيح بأصحابه قربوا فرسي فقربوه فوثب على فرسه وأخذ رمحه وصار يجول به الفرس وهو يصيح من شدة الألم ويتحسس عنقه بيده ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية فلم تزل تلك حاله يدور به فرسه حتى سقط عن فرسه ميتا تركه أصحابه ورجعوا إلى قومهم فلما دخلوا ديارهم أقبل الناس إلى أربد يسألونه ما وراءك يا أربد؟ فقال لا شيء الله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لودت لو أنه عند الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله سبحان الله تعالى الله ما أجراءه على الله فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له ليبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما وأنزل الله عز وجل في حال عامر وأربد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كثيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نعم لا تلتزم إلا بما تثق أنه يمكنك الوفاء به بعون الله قام صلى الله عليه وسلم مرة خطيبا في الناس فتكلم عن الآخرة وأحوالها ثم رفع صوته قائلا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا وأخيرا مع التأكيد على أهمية عدم الالتزام بالشيء إلا وأنت قادر عليه إلا أنه ينبغي عند الاعتذار أن نستعمل أسلوبا ذكية فمثلا جاء إليك رجل لتبحث لأخيه عن وظيفة لأن أباك مسؤول كبير أو أخاك أو أنت ووجدت أنك لا تستطيع خدمته فاعتذر بأسلوب يحفظ ماء وجهه ويجعله يشعر أنك تشاركه الهم قل مثلا يا فلان أنا أشعر بمعاناتك وأخوك أعتبره أخي ولئن كان إخواني خمسة فهو السادس لكن المشكلة أنني لا أستطيع أن أفعل شيئا الآن فعذرني وأسأل الله أن يوفق أخاك مع ابتسامة لطيفة وتعبيرات وجه مناسبة فكأنك بهذا الرد الجميل قضيت له ما يريد أليس كذلك؟ وجهة نظر كن صريحا مع نفسك جريئا مع الناس وعرف قدراتك والتزم بحدودها